اشتركوا في القناة فيروس كورونا كوفيد تسعة عشر في يوم الاقتراع الثاني عشر من نوفمبر الجاري وفي الحالات التي تقتضي الاعادة بتاريخ التاسع عشر من الشهر النفسه مركز متكامل خصص لمصابي فيروس كورونا في يوم الاقتراع للتأكيد على هذه المسيرة التنموية بقيادة جلالة الملك المعظم انطلاقا من المسئولية المشتركة بين وزارة الصحة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لتمكين كافة المواطنين من آداء حقهم الانتخابي فقد خصصت مملكة البحرين مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات كلجنة عامة من بين خمسة عشر لجنة عامة أخرى وذلك لتمكين كافة المصابين بكورونا من آداء حقهم الديمقراطي عبر انتخاب ممثليهم في مجلس النواب والمجالس البلدية تم تخصيص مقر انتخابي للمصابين بكوفيد-19 لتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة بالتصويت للانتخابات النيابية والبلدية وتم تجهيز عيادات طبية بجميع المستلزمات الأساسية وطبعاً هاي كلها في إطار الجهود المشتركة وتضافر الجهود لضمان المشاركة الشعبية حرصت اللجنة العليا للانتخابات واللجنة التنفيذية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة لتخصيص مركز لاستقبال مرضى كوفيد-19 وهذا الاستحقاق الدستوري الذي أسسه سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وبدعم سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بأن توفر جميع التسهيلات اللازمة لجميع الناخبين البحرينيين فالله الحمد هذا المركز سوف لن يحرم الناخبين المصابين بكوفيد-19 وإمكانهم التنقل والحضور إلى هذا المركز هذا وقامت اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات إيمانا منها بزيارة تفقدية للتأكد من التدابير والاحترازات الطبية والاطلاع على الجهود المبذولة لاستقبال الناخبين والتسهيل على المصابين بكورونا بممارسة حقهم الدستوري من خلال مشاركتهم بكل يسر وسهولة أعتقد العملية بتكون ميسرة العملية مثل ما انتشفتها ومنظمة جدا من بداية الدخول نتأكد من إصابته بيكون لابس إن شاء الله القفوزات اللي هو الناخب القاعة متجهزة بالإجراءات الاحترازية بتدام من الدخول لناهية الخروج وانتمنى إن شاء الله من الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى أن يشارك في هذه العملية بما فيهم المصابين لما وفرنا لهم في هذه القاعة من ضمانة تخص مباشرة حقهم الدستوري مركز الاقتراع العام جهز بعيادة صحية متكاملة مهيئة بكافة المعدات الطبية اللازمة خصصة للمصابين بكورونا في حال استدعت حالة أي ناخب مصاب للمتابعة الطبية لتواصل بذلك مسيرة البناء التي أرسى قواعدها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرية تلفزيون البحرية